تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعا رسالة خطية من فخامة الرئيس الدكتور فرانك بالتر اشتن ماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية تتعلق بعلاقات الصداقة والتعاون التاريخي الوثيقة والسبل الكفيلة بتطوير وتنمية مسارات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين والقضايا محل الاهتمام المشترك سلم الرسالة إلى جلالة الملك المعظم سعادة سيد كليمنس أوغست نويس حاخ سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة خلال استقبال جلالته له هذا اليوم في قصر الصافرية وخلال الاستقبال أكد حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه على عمق العلاقات البحرينية الألمانية وتميزها في العديد من المجالات مجالات التعاون في ظل حرص البلدين على تعزيزها وتنميتها لما يحقق مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما كما عرب جلال توحن تقديره لفخامة الرئيس الألماني لما يليه من حرص واهتمام على توطيل العلاقات الثنائية المتميزة وروابط الصداقة مع مملكة البحرين مشيدا بالدور الفاعل لجمهورية ألمانيا الاتحادية في دعم جهود إحلال السلام والاستقرار والزهار في المنطقة والعالم ترجمة نانسي قنقر